التغذية الراجعة المثبتة تجتمل التفاعلات الحفازة والتي تتم بواسطة الإنزيمات على سلسلة من الأحداث البايوكيميائية والتي تهدف إلى زيادة سرعة التفاعل بواسطة الإنزيمات كتلك التفاعلات البايوكيميائية التي تحدث في الخلية حتى يتم الحصول على الناتج النهائي المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في تفاعلات الإنزيمات الحفازة تجتمل سلسلة الأحداث البيوكيميائية المتضمنة في تفاعل الإنزيمات الحفازة على مواد متفاعلة ومواد ناتجة في كل تفاعل. تقوم الإنزيمات بتحفيز المواد المتفاعلة وتعديلها، وذلك بالاتحاد معها في المواقع النشطة وتحويلها لمواد ناتجة، والتي بدورها تتفاعل مع إنزيم آخر في تلك السلسلة من التفاعلات، فتتحول بذلك لمواد متفاعلة، ثم لمواد ناتجة، وهكذا إلى أن يتم إنتاج الحمض الأميني الذي يعد الهدف من تلك التفاعلات الحفازة. عملية التغذية الراجعة المثبتة ثم تبدأ عملية إنهاء هذا التفاعل عن طريق إحداث التغذية الراجعة المثبتة، والتي تقوم فيها المادة النهائية الناتجة من التفاعل الأخير بالاتحاد مع الإنزيم الأول في موقع يسمى الموقع التفارغي. فاتعدل الموقع النشط في هذا الإنزيم ويصبح غير قابل للاتحاد مرة أخرى مع المواد المتفاعلة، وتنتهي بذلك سلسلة التفاعلات الحفازة.